اشتركوا في القناة الاكاديمية والمعرفية عاملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام رموز وأفكار من أعداد تقديم محمد القاسم محمد موسيقى 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 اهلا ومرحبا بكم في برنامج رموز وأفكار عبر إزاعة جامعة الخارطوم صوت العلم والمعرفة عن الموجة EFAM 93.3 ونحن سعداء باستضافة الدكتور فرانسيز دينك في رحاب جامعة الخارطوم التي تخرج فيها وعمل بها في مقطع حياته العملية وتشرف الجامعة صباح اليوم بزيارته بأن أرغام له السيد مدير الجامعة البروفيسور أحمد سليمان حفل استقبالي من مكتبه حضر والسادة أمين الشيون العلمية ومدير الأداث العراق الصغافية ومدير إدارة الإعلام ومدير إزاعة الجامعة وعميد كلية القانون كما سعيته بعقد هذا اللغاء والذي تعجل عدة مرات لإنشغال فتور فرانسيس دينك باتفاق سلام دولة الجنوب السودان الشقيق فأهلا ومرحبا بكم دكتور فرانسيس دينك في الحلقة الأولى من الغينا شكرا شكرا جزيلا هذا شرف عظيم أنا سعيد جدا أرجع لجامعة الخرطوم اللي كان طبعا بالنسبة لنا أساس للتعليم العالي ولازلنا مربوطين بالجامعة وشكرا الدكتور فرانسيس دينك دولماسي محترف ورجل دولة محترم ومؤلف غزيلة الإنتاج المعرفي ومثقف أفريقي مرموق ومفكر استلهم الحكمة والتراث المحلي كما هو منظف أممي رفيع المستوى كرس حياته العملية لمعارجة قضايا إنسانية حساسة مثل منع الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان والنزوح الداخلي وفضل النزاعات من المنظور المحلي إلى العالمي كمستشار خاص للأمين العام للأمم المتحدة لم تنبح شخصية دكتور فرانسيس دينك من فراق فقد ولد في عام 1938 في بيئة طبيعية اجتماعية وثقافية أفريقية عربية متداخلة بين شمال السودان وجنوبه فورده النازر دينك مجوك زعيم قبيلة دينك أنوك الجنوبية وإلى جواره النازر بابوه نيمر زعيم قبيلة المسيرية العربية سلهم منهما الحكمة الأهلية التي شكلت ملامحه الثقافية وتكوينه الفكرية تلقى الدكتور فرانسيس دينك تعليمه الثانوي بمدرسة خورطقة الثانوية حيث التقى بطيف واسع من الطلاب من كردفان ومناطق واسعة من السودان والتحق بجامعة خرطوم كلية القانون حيث اتضح له معالم الحركة السياسية والفكرية السودانية وحصل على درجات البكلاريوس في الحقوق والماجستير من كلية القانون ثم اتعاسته الجامعة لدراسة القانون بجامعة لندن كومعيد ثم استكمل تعليمه الغانوني بحصوله على درجة الدكتوراه من أميز كلية حقوق باللوية المتحدة الأمريكية في جامعة يل وكان أول سوداني جنوبي ينار الدكتوراه في أي مجال من المجالات كانت للدكتور فرانسيس دينك مواقف حاسمة في حياته إذ استقال من خدمة جامعة خرطوم بسبب سياسات الحكومة تجاه الحرب الأهلية ثم استقال مرة أخرى من منصبه كسفير ووزير الدولة ووزارة الخارجية احتياجاً على سياسات الحكومة التي قادت إلى التمرد الثاني بخرج اتفاقية السلام الموقعة في أدى سببه عام 1972 استقطب دكتور فرانسيس دينك الجامعات والمؤسسات الأمريكية المرموغة للعمل بها زميلاً باحثاً ومحاضراً متميزاً فعمل في جامعة سيتي يونيفيرسيتي أوف نيويور وفي جامعة جونس هابكنز وفي محهد مشتلس لتكنولوجي وفي مؤسسة بروكينغز وفي محهد وودرو ويرسون وفي محهد السلام الأمريكي ألف دكتور فرانسيس دينك ونشر أكثر من أربعين كتاباً قطط مجالات واسعة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والرواية الأدبية وبرزد فيها نظرته إلى الهوية والوحدة سيادة كمسؤولية الإدارة البناء للتنوع وفرص الأزمات والسلام والحكم الرشيد ونال بها أرفع الجبائز والمنح من المؤسسات الأمريكية برزد إسهامات دكتور فرانسيس دينك في التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية ومبادرات السلام والتنمية والنزوح الداخلي وحقوق الإنسان والهوية والتنوع والوحدة متخزة من جنوب السودان وغبيلة الدينكا نموزجة عرفته منظمة الأمم المتحدة دكتور فرانسيس دينك موظفاً أممياً ناجحاً منذ اجتحاقي بها في عام 1967 كضابط حقوق إنسان وتقلد فيها المناصب الرفيعة إلى أن أصبح مستشاراً خاصاً للأمينة العامة الأمم المتحدة ومسل له في كثير من الأعلام فأسهم في ترقية التعاون بين الحكومات ووكالات الأمم المتحدة في مجالات الإبادة الجماعية حقوق الإنسان والنزوح الداخلي وهي غضايا تؤرق ضمير العالم اليوم مرحباً بك مرة أخرى بروفيسور فرانسيس دينك شكراً جداً لدى تقديم كريم مغدر ويعني يودني جداً أكون معاك وأستمع للأسئلة ومحاولة الإجابة وشكراً شكراً جزيلاً كتر خيرك دكتور فرانسيس دينك ترقيت تعليمك العالي في جامعة الحرطوم حيث حصلت على درجة البكالاريوس الماجستير في القانون ثم متئست إلى جامعة لندن لتلقي قرصات العليا ثم حصلت على درجة الدكتورة في العلم القانونية من جامعتها الأمريكية إلى أي مدى شكل تعليمكم القانوني شخصية دكتور فرانسيس دينك ومدى تأثيرها على مساركم المهني العام مرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل والحقيقة تقديمك لخص الإطار العام وحتى الأسس التي انطلقت منها لكل ما قيل أعملته والحقيقة لما دخلت جامعة الخرطوم أنا كنت حريص جدا أدخل الجامعة وأقرأ القانون ويعني كان في ذهني دائما طبعا مفهوم العام عند الناس أن القانون مدخل لقيادة سياسية إدارية وكذلك إنما لما دخلت الجامعة وجدت أن تعليم القانون أو دراسة القانون مرتبطة بالقوانين أجنبية سواء أوروبية، إنجليزية، أمريكية ولدرجة بالنسبة لغير مسلمين برضو الشريعة كان بدرسون الشريعة ورجعنا حتى لقوانين الرومان يعني رومان لاو كده وجدت أنه ما في أي إشارة لقوانين العرفية والمعروف إن معظم السودان محكوم بالقوانين العرفية وأنا تربيت في عائلة وكنت بنظر بحضر المحكمة بتاعة الوالد وحتى طلحت على بعض الوثائق المربوطة بالجدنا وهو برضو كان زعيم وقاضي في القبيلة فأنا من سنة الأولى رغبت إنه في إجازاتي أدرس القوانين العرفية أجلس في محكمة الوالد وعمل لقاءات مع كبار القبائل سواء أعضاء المحكمة أو العرفين القوانين وكده والحقيقة الأساسة بتعني في الجامعة ومعظمهم أجانب يعني إنجليز أمريكان وكده رحبوا جدا بالمبادرة دي وشجعوني بدأت أقضي إجازاتي في دراسة القوانين العرفية ثم في أظن سنة الثالثة الجامعة رسلت واحد من الأساسة اللي هو إنجليزي ومعنا واحد من الطلاب في السنة النهائية عشان نمشي القبيلة ونقعد في المحاكم وتقريبا يأكدوا كل المعلومات الجمحتها فعايز أقول دي كانت خطوة تجاه فهم أوسع للتقاليد الدينكا وثقافات الدينكا وحتى الأديان وكده لأن العرف أو القانون بالنسبة للدينكا جزء من الثقافة جزء من الحياة فلذلك الدخول في دراسة القوانين العرفية قوانين التقليدية دخلتني في أنتريبولوجي ودراسة المجتمع فوكلور ويعني لأول مرة وجدت في إنغلطرة في محة الدراسات الأفريقية الأسوية القوانين الأفريقية العرفية تدرس كمجال محترم وكمان جيت بالخلفية بتاعتينه درست القوانين هنا أدتني فرصة يعني فصراحة كانت مميزة وصل طلاب حتى الأستاذ بتاع الجامعة الأستاذي بتاع القانون العرفي طلب مني أنه أتقدم فورا لدراسة الدكتوراه أتخطى حتى الماجستين قام كتبت لجامعة الخرطوم لأنه قال له إذا كان جامعة الخرطوم وافقت طوار حنقدني بك للبرنامج تاع الدكتوراه دل الفترة اللي أنا دخلت فيها في سؤال التفاهم مع النظام وحتى الكلية ما كانت في الصورة لما طلب مني أنه أرجع متهم خطن أنه أنا قاية الحركة الجنوبية في أوروبا كلام يعني المهم باللخص ملخص الكلام جاء عبود يعني وزيرة التربية طلعت فريد تفاهمنا بعض ديافة في إنجلسان 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 لقيته كان نادوني لكن بعض الإخوة هنا يخطروني بأنه أنت متهم بأنه قاية الحركة الجنوبية الشي الغريب أنه جنوبين كانوا زعلانين مني أني ما ضميت للحركة الجنوبية وهنا متهم بأنه قاية الحركة الجنوبية ولما جاء عبود الحقيقة يعني قابلته طلب مني أنه أقابله وحتى قال لي الوالد كان يتصل به وقال له والدين متهم بكي لا يقابله وشوف الحاصش وقام بعد ذلك اتفهمنا وقام غيره القرار في الوقت ذلك جملت الدعوة اللي جاء مع تييل عشان أواصل الإدراسة هناك بالضبط يعني ما أريد أن أطيل على سوء هذا بالزيد لكن وجدت في جامعة تييل في فلسفة قانونية مربوطة بفهم القانون كإنعكاز لواقع الاجتماعي كويس وسواء يعني ممارسة السلطة أو ثقافات أو القيم فالقانون إنعكاز للقيم بتاعة المجتمع وموافقة أو يعني موازنة بين العناصر المتسارعة على أسس قيم المجتمع فأنا بدأت رجحت للمعلومات الجمحتها وفعلا أدتني فرصة جدا جدا إنه أواصل الدكتوراء في مجال بتاع التقاليد وتقدم ترديشن هذا بك أساس لفهم يعني القيم بتاعة المجتمع ثم رجحت حتى للحكايات الدينكة ومن لتاريخ الدينكة فبديت أكتب كتب مربوطة بجوانب مختلفة من المجتمع لكن بدأت بالعرف القانون القانون العرف ودراسة جامعة خرطوم دون القوانين العرفية الكويس إنه المبادرة بتاعتي قدت إنه جامعة خرطوم ترسل كل السنة طلاب عشان يمشوا يجمعوا التقاليد أو القوانين العرفية دكتور فرانسي دينك عملت زميل وباحث في العديد من مراكز الأبحاثة الأمريكية التي أشرنا لها قبل غليل وينظر خاصة يعني مؤسسة محاد ودرورسون ومحاد السلام ومؤسسة بروكينغ وينظر إلى هذه المعاهد والمراكز كأهم مؤثر في سياسة الأمريكية الخارجية حدثنا عن أهمية هذه المؤسسات وهل يمكن لمؤسساتنا الشبيهة السير في نفس الاتقالية والله هذا سوى مهم وواسع أختصر ردي الحقيقة يعني أقدر أقول أنه دراساتي وكتاباتي تعكس على الأقل أربع مستويات المستوى المحلي أنا حكيت لك عنه ومن المحلي ده انتغلت وممكن نتكلم في دافل مع بعض انتغلت للمستوى القومي في الوطن وبديت دراساتي أنا دينكا خلتني أشعر فعلا أنه حتى في جامعة الخرطوم نحن دراساتنا ما بتعكس الواقع السوداني بصورة متكاملة فبديت أرغب الحقيقة في دراسة التنوع في السودان ووحدة الوطن على أسس التنوعية أسس بتاعة التوانة الثقافية الحضارة في جامعة ييل أقصد في معهد بروكينغز لقيت الدراسات يعني مش أكاديمية إنما علمية في مستوى المعهد الثقافية المعهد البحوث دعم السياسات الأمريكية أو الدولية على أسس بتاعة فهم أعمق للمسائل وطلب مني إنه أسس برنامج خاص لإفريقيا وكان السؤال المطروح في ما هي القضايا الهامة التي تطلب دراسة عميقة على أساس هذه الدراسات تضع سياسات على مستوى مثلا الأمريكي والقومي الدولي وكان قريب لنهاية الحرب الباردة يعني كولد وور فالسؤال كان لو حددت المجالات المهمة بالنسبة لإفريقيا ما هي التغييرات الجزرية التي تنتج من نهاية الحرب الباردة طبعا الواحد فكر في استراعات ونزاعات في إفريقيا وهو ومسألة أنظمة الحكم وحقوق الإنسان مسائل التنمية وبالنسبة لي أهمية الثقافات أو يعني العادات الإفريقية المفروض تنعكس في نظرتنا لمعالجة هذه الأمور فبدأنا دراسات الحقيقة مبنية على وضع عام دراسات أعملنا مؤتمر يعني بتاعت مؤتمر سخافي مؤتمر بحثي لكل الخبراء في مجالات ال الكونفليكت معالجة الصراعات وكذا وضعنا بمشهود أو بمفهوم أنه لازم تحول يحول فهمنا للقضايا دي من كونها مواجهة دولية يعني بين القوة الكبرى اللي هو طبعا التيارات اليسارية واليمنية مع نهاية الحرب الباردة معناتها ننزل القضايا دي في محلها كقضايا داخلية أو يعني إقليمية والمعارجة برضى والمسؤولية عن المعارجة ترجع للدول المؤسرة وفي النهاية بعض دراسات وطلعنا كتب دراسات عن المناطق المتناوعة في إفريقيا كل المناطق الإفريقية وبعض الدول كسودان وإثيوبيا ونجيريا وجنوب أفريقيا وكذا كذا وبعد سلسلة من الكتب طلعنا بالكتاب عنوانه مهم الهو يعني سيادة الدولة كمسؤولية بمعنى أنه مع أهمية حقوق الإنسان كالأساس بعد الحرب الباردة حقوق الإنسان مسائل الإنسانية لا يمكن قفل الأبواب للدخول الأجنبي أو الخارجي لمعارضة المشاكل أو مساعدة تقديم دعوات أو تقديم مساعدات فقلت أنه المسؤولية الأولى تبقى للدولة لا يمكن أنت تكفل أبوابك لمساهمة دولية فلذلك نحول مفهومنا لسيادة للوطنية سيادة للدولة كمسؤولية للدولة والمسؤولية تحقق المسؤولية بمساعدة مع المجتمع الدولي فالسيادة هي سيادة الدولية كمسؤولية أصبحت أساس التعامل مع الحكومات في الثيار في العمل الذي ذكرته عن يعني معالجات القضايا بتاعة النزوح وإباءة فالحقيقة دي يعني خلاص لردي لسؤالك عملنا في محة بروكينج يعني بيقى أساس لأشياء كثيرة جدا حتى مساهمة أمريكا في معالجة قضية السودان قضية الجنوب في السودان برضو نحن سهمنا لمعالجته بروكينج بالتعامل أو تعاون مع بعض الأجهزة كماحد السلام وك يعني ويدر ويلسون سنتر و سنتر فور ستراتيج ستاديس كل المعهد اشتغلنا بهم كنت يعني عضو في عدد من ديل كنت زميل مشارك في كل المؤسسات دي ولعبنا دور حتى ولو مؤسسة أمريكية لعبنا دور حاولنا نلعب دور لدعم العمل في السودان لتحقيق السلام في السودان نعم دكتور فرنسي يعني بعد انقلاب مايو وبعد فترة حصل انقلاب هاشم العطة سنة 1771 على النظام بتاع الحكم المايو واتجه النظام إلى المؤسسة الأكاديمية وهي جامعة الخارطون في الاستعانة بنخب كان لهم دور في مسيرة النظام في الجهاز التنفيذي والتشريعي والنظام السياسي الاتحاد الاشتراكي السوداني ونسك منهم المرحوم دكتور جعفر بخيت والدكتور محمد عثمان أبو ساق والأستاذ أحمد عبدالحليم ورئيس النزل دفع الله والدكتور حسن عبدين وغيرهم حدثنا عن علاقة المثقف بالسلطة ولماذا صغط النظام برغم وجودها وليل الأساس والعلماء والمثقفين كمفكرين وسياسيين وخبراء أسهموا في تثبيت النظام لبرضو سؤال مهم جدا شوف أنا بالصراحة بعد انقلاب 69 وكان الأخ صديق زميل جوزب قرن هو كان من القيادة الشوحية في السودان كان عيّا كوزير الدولة لشون الجنوب والحقيقة دعاني عشان أنضم للخارجية أكون نائب السفير في لندن والحرب كانت مستمرة والأول البوادر تجاه السلام بدت بالإعلان الذي أظن يوم تزعى يوليو المهم أعتذرت على أساس أنه كنت رجحت الييل لدراسات فوق الجامعية و عندما قامت الحركة الشعيعية أو الشعيعيين في النظام بمحاولة الانقلاب أنا كنت في القرطوم في طريق المؤتمر بتعلوم المتحد وقضيت يعني كثير من قضيت سعادة الحقيقة مع جوزف قران في مكتبه وكان في الوقت ذلك بيفتكر أنه يعني عدم الوضوح عن المسؤولية في الجنوب يعني عدى لتعطيل العمل وأنه بينه وبين آبل زي وصلوا يعني حتى بتاع عدم معرفة مين المسؤول عن الجنوب فأنا كنت محاول يعني أوفق بيناتهم قابلت عبل وقابلته عشان حاول حسن حسن التعاون لهدف واحد يعني قضية الجنوب إنما كان رأيه إنه ما فيش ناس محاولين يوفق بيناتنا وإنه المسألة وصلت الدرجة لابد من تحديد مين المسؤول والحقيقة كان روح وكيدا عالية وكان زي شاعر كيدا بالتفاول لأنه المسألة تحل لصالحه أنا ما كنت عارف إنه مخططين المحاولة واليوم ده قامت المحاولة وكيدا شفت وبعد فترة طبعا وصلت سفري لاجتماع بتاع النمو المتحدة وسمحت الأخبار هناك عن يعني محاكمتهم ومخطلهم يعني تأثرت جدا اعدامه الرجل كان صديق يعني رجحت في طريق لأمريكا منصور خالد أصبح وزير خارجية وكنت بعرفه من نيويورك لما كان مندوبنا دايم وتعاملنا وتعرفنا وكده فيصهر بادر في إنه ينظم مقابلة مع الرئيس الهدف ما كان واضح بس مجرد مشيت قابلته وليجيته مع بلالئير تونسنا تكلمت عنه بي هنا في الخرطوب أنا في طريق راجع لأمريكا اتكلمنا عنه بي لكن ما دخلت وكمان في الزهن إنه زولدة قتل صديق يعني فلاحد كان شاعر المهم في الموضوع رجحت أمريكا بعد فترة تقدمت الحكومة الجديدة وخاصة مع نازم منصور خالد في السلطة بدعوة أول شيء أبلالير طلب مني إنه يعني أو بإسم الرئيس قدم دعوة وأكون أعرض عليه أكون يعني قاضي قاضي مديرية في كوردفان الحقيقة شعرت بأنه ممارستي دراياتي وكذا كذا يعني ما لايقي إنه الواحد يرجع لي يكون قاضي مديرية صمت ما رديت الحقيقة تأثرت وحتزرت ليه إنه ما ردي ليه منصور اخترح إنه أكون سفير للدول الإسكان نافية تعطلت كذا على رد فقام كتبوا قالوا إذا عايز تبقى وزير رايك ترجع نائب وزير الخارجية فأنا قلت لزوجتي وهي أمريكية ازواجنا لنا شهور بس كنت ممكن أقول أرفض دعوة لوطني أربع مرات وأتوقع يوم ما يطلب مني وأساهم فلازم أقبل من واحد من دين في الآخر قبلنا أكون سفير هناك وطبعا بعد ذلك كنت السفير أول سفير للدول الإسكان نافية مقيم في السويت لكن يعني كنت معتمد لكل الدول الإسلام فيها نرويج دنمارك وفنلندا ثم نقلت السفير لواشنطن وبعد هلاك رجحت للسودان كوزير الدول الخارجية قضيت خمسة سنين لحد ما عتظرت زي ما ذكرت لكن عايز أقوله بعد ما خليت الحكومة ومقرب لنميري علاقتنا أنا قلت ليه أنا يعني مع الأسف كان عايزني أمشي لأدس بعد التمرد عشان واجه جماعة ديل قلت يا سيد الله انت عندنا أخوان تمرد لسبب عندهم قضية حقولهم شنو وانت مع منجستو ما متفقين في أي حاجة أقول شنو لمن فردوا الحقيقة كان شوية مبسط جدا قال لي يا أخي يقول للأخوان ديل رغم انه عندهم قضية معترفين بقضيتهم لكن ما انت مدمرد تمش يقول لي ما تخون البلد أما بالنسبة لمنجستو قال لي يقول لي منجستو نحن مختلفين نعم لكن ما نسفح لأنفسنا نستغل من قبل القوة الكبرى الأمريكا والسوبيا المهم في الموضوع أعتذرت وفي الآخر قلت له لأزباب شخصية وغيرها ومن ضمن أزباب شرحتها لي ما وما عايز أي تعيين تاني لكن حظل ألعب دور بقدرتي أساهم لقضاء السودان حظل متزم بخدمة الوطن مهما عملتها وإن شاء الله على أغتل شخصية معك نواصل وبالفعل كل ما يجي أمريكا بعد ما عتذرت كنت بنظم له أمور عايز أشير الموضوع ده كرد لك سوالك لأنه لما دعته عملت مناسبة في محد بروكينغز عشان يفكر في الفترة القضايا كالرئيس والقضايا للبلد وتفكيره عن ما غايم في السودان وجدت بصراحة أنه نميري ما كان عنده رؤية كده واضحة للبلد كان مستخدم أفراد ممكن تساعد في بقاع في الحكم يبقى إذن تعاون مع الشوحيين لانقلبوا عليه بعد ما خلاص يعني حارب اليمين بالضبط تعاون مع الشوحيين لما خانوه تحول للوسط ووجد ناس منصور خالد وجاح وخيذ وغيرهم كناس عدوه في خرطة الوسطية وعلى أساس ده جاب الجنوب وفعلا يعني وجد نفسه يعني شغال مع الناس عندهم خبرات عندهم تصور قدروا فعلا يعملوا الليجيتميسي والتوفيق لمكانته لما في الآخر شاف أنه اليمين أو الحقيقة الأحزاب التغليدية مما فيهم الإسلاميين أصبحوا قوة يعني مهددوا في السلطة بدأ يميل طبعا الاتفاق الوطنية المسموعة المسحلة الوطنية دي جات نتيجة لكده خاصة بعد ما كان يسمى الغزو الليبي المرتزغ بضبط المرتزغ فبدأ يشعر أنه فعلا وضعه يعني في خطورة من القوة المعارضة دي وكده تعاون معهم في الآخر طبعا بيقى ما عنده كروت تاني فكت بقول يعني زي كأنه عامل نفسه كتخت يجو الناس يكتبوا يعني الراحيات كويسة كده تجمع الناس في الفترة دي لحد ما الأوضاع تتغير يجيب ناس ثانين يلاحبوا الدور دي فتأثرت جدا لأنه نحن دخلنا بكل قناعة نعم أنه حنبني سودان جديد على أسس جديدة أنا كان بالنسبة لي التفاقية هذه الزبابة خطوة نعم لقبول التنوع لكن نندمج وننصاهر تجاه سودان جديد قبل ما حتى الحركة تطلع بمفهوم بتاع السودان الجديد نعم فلذلك يعني الحقيقة حصلت هذا بعض الناس بعض الأخوان اللي حضروا معنا بتنكروا ما عايزين يقولوا الكلام نميري شكل اللجنة بقيادة أبل الير عشان يحاول يطبقوا النظام بتاع الهقم الإقليم اللي في جنوب في الشمال وكان وكان في معارضة في الشمال للمفهوم دي مر جاء داخل في اللجنة وانا عضو في اللجنة قام طوار داخل في الكلام قال لي اخوانا انا شايف الناس معارضين قصفة تطبيق النظام الإقليم بتاع الجنوب في الشمال ليه خايفين الناس يقولوا حيأدي ليه انفصالية يخوانا الحق يقال لله نحن اللي اتفقنا على قد زباب ما كان قصدنا انه تدوم عايزين الجنوية يخطوا سلاح ونحن نشرط الاتفاقية وننسى القصة لكن نجحت حس الجنوب مستغرة وجنوب بقمع الوحدة عشان فكلمت واحد من زملان يخوانا سمحت الكلام الصح انه زودة يقول ما كان جدي في اتفاق هذه الزبابة انه كان خط ساقد عشان الجنوبين يخطوا سلاحهم ويشرط الاتفاقية طبعا في النهاية هذا حصل يبقى اذا ارد على سؤالك انه كل الشخصيات البارز ذكرتها ولعبه دور كبير جدا جدا وناس عربتهم كويز عند كل التقدير الدول التصور للسودان اللي كان عايزين يبنوه طبعا كان في تيار ثاني لا بد من اعتبار ويطضح في الآخر في تيار لكن بالنسبة لانه شخصيا ما اظن كان عنده التصور اللي كنا فاكرين انه يعني قاعدنا لتصور عشان كده لما يعني حصل الانقلاب وغير اتنسرت جدا انه السودان كله زي كأنه كنا محكومين بفرض شخص واحد فرض رأيه على كل الناس زي كأنه كلنا تبعية ساقد بدون اي مفهوم عن ما هو كان حاصل انا قلت يعني نفس الكلمة بيقول حتى للألمان لما تتنكر وتقول اي حال حصل بس عشان زول واحد يعني دي اسال لكل الناس اللي كانوا وقفين معه دي الناس وقفوا معه على اساس انه في فهم خاص لبناء دولة السودان والشخصيات البرد بافكارهم سهمت من هذا لكن في النهاية طلعت انه استخدموهم ساكد يعني في اطار شخصي لبقاء في السلطة مسلمي الأفاضل فاصل غصير اسم العود مسلمي الأفاضل عدنا بعد الفاصل لمواصلة الحديث مع سعادة السفير دكتور فرانسيس دينغ دكتور فرانسيس دينغ قامت وزارة الخارجية السودانية من لا شيء على خلاف الوزارات الأخرى التي تطورت من مصائل الحكومية إبان فترة الاستلمار واستعانت الدولة بكوادر متميزة من التربية والتعليم وغيرهم في تأسيس الوزارة وقيادة العمل الدولوماسي ثم تعاقبت أجيال الدولوماسية السودانية وساهم كذلك أساز من الجامعة في هذه العملية حدثنا عن وزارة الخارجية كمؤسسة ناجحة في الأقليم الإفريغي على وش الخصوص والله أنا ما أقدر أقول أنه عندي يعني فهم شامل لتاريخ وزارة الخارجية بس أتذكر لما كنت في الجامعة وأنا كنت من الناس اللي أسسوا العلاقة بين جامعات ألمانية والسودان يوم واحد كان عندنا زميل يعني ساكن خارج الجامعة ده وقت الغداء فكانوا في خواجات ألمان جوزايرين فوقت الغداء كده هو عايز يرجع لبلده فناداني قدمني لطالب ألماني الطالب ده دعيته غدا بعد الغدا ونحن أثناء الغدا اتحدثنا عن زيارته من السودان وقضايا الهامة في السودان وده جوز سودان بعد ما زاروا عدد من البلدان الإفريقية نعم النتيجة اللي الونس بينه وبينه اخترح أنه أقابل زملائه وفعلا دعيتهم في جامعة في نادي الطلاب لقهوة شربنا الشاي وعددهم حكاية اتناشر واحد بدأنا تونس عن ما هو حاصل في السودان وخاصة مشكلة جنوب السودان نتيجة لده دعونا أنا قدمتم لبعض الطلاب في الآخر بقينها زي اتناشر واحد دعونا لحفلة عند السفير الألماني أثناء الحفلة قابلت وكيل وزارة الخارجية شخصية كانت شخصية معروفة جدا ناسي اللي اسمه دلوقتي فقال لي يا أخي أنا في جامعة خرطة في كلية القانون قال لي يا أخي لما تتخرج ما تنضم للوزارة الخارجية فسألت سؤال يعني عرضا كده وقلت لا يعني وحاب قشلو في النهاية في الوزارة قام ضحك وقال أنت شاب طمو خالص عايز تبقى شون غير سفير فالحقيقة في الوقت ما فكرت في الوزارة ولكن كده المهم في الموضوع لما انضميت للخارجية في الزمن منصور خالد في الوقت داك عرفت منصور وعرفت أنه زول عنده أفكار جميلة جدا عنده تصور للبلد عنده حتى تصور لمعالدة مشكلة الجنوب وبرغم لأنه كنت في السكرتارية بتاعت الأمم المتحدة لكن تعاونت تعاونت معه نفس الشي مع فقردين محمد كانت سفيرنا ومندوبنا برضو ربت شخصيات ديل فلما دخلت الوزارة كان أهمتي كل كيف يعني نفسر المفهوم بتاعه أنه السياسة الخارجين عكاس للسياسة الداخلية وأنه المبادئ الرئيسية اللي تنبني عليها السياسات الداخلية ومفروض نعكس في الخارج عشان كده دخلت خاصة ل يعني يعني لنستخدم الحل مشكلة الجنوب أديس بابا كأساس لدعم أو لكسب تعاون مع المجتمع الدولي وبالفعل سواء كالسفير في سكالنافيا سفير في واشنطن وزير دولة ده كان خطة الإسرائيل بتحتي وكان نعجح جدا أنه نوري العالم أنه بعد السنين 17 سنة بتاع الحرب قدرنا نحل المشكلة نحول المواجهات السلبية لتعاون لتنمية وبناء دولة مبنية على توحيد التنوع في السودان كمثال ومبادئ بتاع تحل المشاكل تنطبق برضو لإفريقيا ككل ويبقى السودان رايد أو قايد الحركة اللي جابية لحل المشاكل وكده أمريكا يعني خاصة الأمريكا يعني تبنت المفهوم دي بقينا أول دولة أيدت قصة كام ديفيد اتفاقيات كام ديفيد نميري جاي وأنا قدر سني قدامه عشان أحضر لزيارته وهو جاي ومعه رشيد الطاهر وعدد من الكبار نحن قاعدين في الإسراحة بتاعة الزوار رؤساء الأمريكا يعني قدمني أداني ورقة ورقة مكتوبة تصريح صاحبي رفض اتفاق رفض كام ديفيد ووقوف مع الخط العربي أنا قريب قلت يا الرئيس قد يكون أكبر إنجاز لبرزيلين كارتر يعني وأنت ضيفه ما ممكن أنت ترفض أكبر إنجاز له قال لي طيف رأيك شنو قلت له يعني حقود تقول أنت سمحت الخبر ده وانت جاي عندك مؤسسات المؤسسات حتدرس المسال دي لما ترجع بعد داك أقرأ تقارير بتاعة المؤسسات دي ثم قرارك هو دا تم لما رجع وأنا تأخرت شوية عشان أتابع على الزيارة لقى كل القرارات مضادة كل تقارير مضادة لدعم لمساندة القرارك قلت أنت عارف رأيي يا رئيس رأيك شنو قلت أكلمت يعني نحن في السودان حققنا السلام وعلى أساس هذا يعني الإنجاز منطلقين في سياستنا الخارجية دعم مساهمة لمجهوداتنا الداخلية اللي ناس معجبين بها ندينا ناقض انفسنا ونرفض اتفاق كام ديفيد اللي من أجل نحن متحركين وكذا قالي كده أكتب لي رأيك سريا حتى في الخارج ما أتمر للناس كتبت كلام الجماعة في رئاسة ترجموها للعرب كتبت بالانجليزي ده أصبح كلامه للتليفزيون عامة للبلد اللجنة التنفيذية وكذا للحزب أصبح سياستنا مبنية على أسزية الحقيقة نحن في الوقت مع منصور خالد منصور طلب مني أن أكتب كتاب عن حل مشكلة الجنوب الكتاب سميناه Peace and unity in the Sudan and African achievement and African achievement وده قدموا نميري لرؤسال الفارقة ترجمنا الاتفاقية بتاعة أدس سبا خاصة أنه تمت يعني مساهمة قيادة من الأمبراطور فاستخدمناه الحقيقة كمساهمة أفريقية كإنجاز أفريقي وده أصبح بالنسبة لي الأفكار هذه متمشية خالص مع التصور التي كان عندي والتي كتبت عنه في مثلا كتبت عنه في Dynamic Identification دينميكة الهوائية وكده فتقدر تقول أنه سياستنا الخارجية بقت حاجة مركزة مركزة لترجمة السياسات الداخلية كأساس لدعم السودان أو يعني تعزيز السودان للعالم الخارجي الأمور بدأت تتغير أنت عارف الباقي تغير الحصد برضو أثرت على الوضع بتاع السودان في العالم الخارجي وبالحقيقة يعني تحديات لأنه التيار الإسلامي أتم أوفي حاجات كثيرة ممكن لوحد يقول في الإطار دي أنه فهم العالم الخارجي لما هو حاصل في السودان أنه نحن سياستنا الداخلية بقت مربوطة مع العرب الدولي زعزعت المنطقة ككل خلق مشاكل إنسانية يعني ومفهمنا بقت تغير من ما كنا عليه وممكن نواصل في بعض بعد هذه فرنسي الدين ممكن سطعت في سباء وزارة الخارجية أسماء ودباء أثروا العمل الدولوماسي بالثقافة والأدب نسكن منهم رسال جمال محمد أحمد وصلاح من إبراهيم وسيد أحمد الحاردل وعبدالهاد الصديق وغيرهم إلى أي مدى أفادت وزارة الخارجية من هذه الخاصية طبعا أقول مرة أخرى يعني ما بقدر علق بعمق المساهمة كل الأفراد لكن نازل ذكرتم كلهم عصرتم كويس عرفتم كويس يعني مثلا يعني جمال كأستاذ أنا أصريت مع منصور خالد أنه جمال يقرأ الكتاب اللي قدمناه للمنظمة الأفريقية قلت عايز الكلام اللي أنا كتبته ده يوثق عليه أنه بيعكس السياسة بتاعة البلد ويقرأ يعني يقرأ الكتاب ده جمال ويديك رأيه وافق على ده نفس الشيء خليته يقرأ الكتاب الأول ده بتاع أوجع ماذا خرطوما الحقيقة قبل ما تنشر الكتاب ده طلبت منه أنه يديهم تقييم للكتاب اللي هو برضو سام يعني كان الأساس الشاعر ذكرته سيد أحمد حردل ولا صلاح 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 صديق وشاكر يعني عنده قصائد مثلا بتقول أنه اللي يفكر نفسه يعني أنه عربي ما عنده الدم إفريقي ما عنده الدم حتى يعني شوفتها ده كذاب أي نعم وبينما صلاح يعني عندي كتاب عن أغاني دينك نعم الدينك وأغانيهم أي نعم صلاح كان شغال في ترجمة الكتاب وأنا قريت جزء من الكلام ترجمه كلام جميع جدا جدا قلت ده الشعر اللي أنا قدمت لي ولا أنت ساعد خلقته كده وراجل أفكاره متقدمة جدا جدا فالنازل كلهم أنا أعتقد أنه التيار كان قائم في الوقت داك ولأنا اتلمسته وتعاملت مع الشخصيات دي والله الخارجية كان عندها تصور تقدمي ولما أقول تصور تقدمي أنا ما عايز أقول أنه التيار المضاط ما تقدمي لكن مختلف يعني مثلا من الناس البديت تعاطف مع الحركة الإسلامية في السودان كمحاولة لتضيق تنظيم حكم نظام حكم يعكز الواقع السوداني عكس ما تم مع الاستعمار إنه الاستعمار فرض على أفريقيا يعني أنظمة حكم مبنية على تجربة أوروبا ممارسة أوروبيين حتى الدساتير بتاعتنا تعكس الدساتير أوروبية وكده لكن مشكلتي كيف توفق بين التيار ده المبنى على أسس حقيقية سودانية مع حقيقة التنوع بالبلد بأفتكر إنه في الزمن بتاعنا في الخارجية كان في يعني على الأجل كان القناعة عندنا إنه ممكن توفق بين مبدأ الوحدة وتنوع الطريقة اللي قمنا بها اختلفت مع التانين ونحن أفتكر يعني جبلنا إنه في تضارب إنما ما وفقنا في إنه تخطى هذا التضارب في إيجاد توفيق وذل أدى لإستغلال الجنوب وإنفصال الجنوب وإنسام البلد ما واجهنا الحل دكتور فرنس دينغ توفرت الإرادة السياسية لحل مشكلة الجنوب كما عشرت إبان حكم النظام المايوي منذ بيانه الأول يعني توجهه باتفاقية أديس أبوبا برعاية الإمبراطور هيدا سلاسي وكان من الرجال الحكومة دكتور جفر بخيت ودكتور مصر خالد وأبي ألير سيد أبي ألير واللواء محمد الباغر أحمد وهم كفاءات قانونية وعلمية وسياسية وعسكرية كيف تنظر إلى تلك الاتفاقية كوثيقة؟ بصراحة كان حل مشكلة الجنوب ونحن كلنا طبعا يعني بوسائل مختلفة ومنذ ما كنا طلاب في جامعة في المدارس الثانوية كلنا يعني انشغلنا بمشكلة الجنوب وكلنا عندنا محاولة إيجاد حلول حتى كطلاب ساكن أنا من الناس اللي كنت مغتنع أنه الحل في النهاية حيكون في إطار حكم إقليمي للجنوب وده الخط اليساريين الشماليين وتمنوك فبعد 17 سنة رجعنا لشي من البداية عارفينه ده الحل كويس لكن لما جد الحل أنا شخصيا كنت بفتكر أنه خطوة خطوة كويسة إنما ما الحل ليه؟ لأنه لا يمكن أنت كجنوبي يعني ترتاح وتنبسط وتكون خلاص وصلت نهاية القضية في حكم إقليمي في الوقت اللي حكم القومي المركزي مع حكوم حكومة المركزي حاجة ثانية فأنا قلت دي خطوة يعني يعني الإطار بتاع الحكم الإقليمي هو إنه خلي جنوبين يحكم أنفسهم لكن أفتح المجال للتفاعل والتمازج ومع الزمن نخلق شي جديد شي يجمعنا على مستوى المركزي القومي ده نسميه شنو ما شرط ما مهم لكن هنلقى نفسنا في سودان جديد ده قبل ما نتكلم عن الحركة ومفهوم السودان الجديد وكده كده وحنسميه أي المهم يجمعنا على أسس بتاع المساواة وقلت ما ممكن جنوبي يرتاح إنه مواطن درجة ثانية في إقليم وما عنده دور بارس فالحقيقة أنا الكتاب اللي كتبت للوزارة الخارجية مضمونه كده وكانت التسيس بتاعة الكتاب وعشان كده كنت مصر إنه يقراره الناس ويقولوا إنه ذا بيع كذا السياسة وأكدوا لي أبلا لي كان مرتاح لها طبعا منصور خالد وغيره من الشخصيات جعفر محوط علي بخيت كلهم مأييدين المفهوم داي الواحد يسأل نفسه التيار المضاد كان وين لما كنا بنقول يصحر كانوا في المعارضة في الخارج شبتها وهم رجعوا بالتيارة الجديدة اللي أنا لما قامت ثورة وده برضو كلام تاني لما قامت ثورة إنقاس جيت ثلاثة شهر بعض الانقلاب قابلتم كلهم نعم وتحاورت معهم كلهم وحتى قدمت ليهم المفهومة الجاي من الجنوب مع الحركة نعم والأغاني بتاعتها الحركة والتفسير ليهم وكذا كذا إن الشباب اللي في جنوب دلوقتي ما القديم ديل ناس جايين بالطموحات وبالثقة نفس عايزين يخلق سودانا جديد فواحد من الأخوان القائدين بتاعنا الحركة بتاعنا النظام النظام الانقلاب الثورة الانغاز استمع عليه مدة طويلة جدا قالي أخذ كلام يعني أنا استمتحت بكلام قلت أقول لك في الرأي آخر الرأي الآخر طبعا هذا التعيار الإسلامي وأخي تاني برضو قال لي يا أخي فرانسيس بالصراحة أقول لك الأفكار اللي عندك دي يعني لكن عايز أقول لك الجزور الإسلامي والعرب في السودان عميقة جدا ما هتتغير بسهولة دية فأنا بديت فعلا أفهم إنه في شي قد ما فهمته كويس ما أديته إعتبار الكامل بضبط عشان كده أو انتجاهنا لاتجاه بتاعة كيف نخلق حكاية بتاعة سودان واحد نظامين حتى ده ما نجح في النهاية لكن بدأت أفكر في كيف توفق بين تيارات يعني لها دور مهمة جدا أتذكر قلت الكلام ده في مؤتمر مع كل الأحزاب في كارتر سنتا في أمريكا قام سألني واحد أمريكي دبلوماسي ماشين اللي تم عدية سألني عن الحاصل في السودان حكيت ليه قال لي أنت جنوبي ولا شمالي قلت ليه من الكلام اللي قلت لك ده تبتقي أنا جنوب ولا شمالي قال لي من كلامك ده أظنك مسلم من الجنوب قلت ليه لا مسلم اعتبرت أبيي شمال لا من الجنوب برضو مشيت حكيت القصة دي في المؤتمر قام واحد شخصية كبيرة في السودان يعني يعني بدون ذكر اسم قال لي يا أخي أنت بتتكلم لأنا حاولت أوضح لهم أنه يا جماعة عندنا حقيقة أنه تيار الإسلامي العربي واقع في تيار ثاني كيف مهمتنا كيف نوافق بين دين قام قال لي أنت بتتكلم مش كمسلم من الجنوب بتتكلم كأنك مسلم من إيران كمان زيادة بضبط هذا الوضع الذي نحن فيه في رأيه نعم دكتور فرس دين ممكن كان نتقبل شوية شرطة إلى الإمبراطور هاي لاسلاسي إمبراطور أسيوبيا سابق كان رائعا للمحادثات التي أفضت إلى اتفاقية أدي سبابا للسلام كيف تنظر إلى الرعاية الإفريقية للمحادثات مغارنة مع التوريوكا التي ساعدت في الوصول إلى اتفاقية السلام الشامل عام 2015 والله تعرف الاتفاقية الشاملة عملية طويلة جدا بدت بالتغيير في في إثيوبيا وطبعا السودان كان متعاطف مع حركات التمرد في إثيوبيا ولما استولوا على السلطة يعني السودان طلب منهم أن يساعدوا في حل المشكلة فقالوا أنا عرفتهم كويس فما فيهم ملس وآفواكي والدماعة دي ووزراءهم بجيدة تعامل معهم فقام قالوا نحن على السعادات فين وساعدكم ولكن يا جماع لازم تقبل حقيقة أن الجنوبين ما مارسوا معاكم حق تغير المصير ونحن عشنا في بلدكم وعارفين ظروفهم آفواكي قال لي أنا لا أدري أفهم كيف جون قال ينادي بوحدة في السودان في الوقت الذي نحن في السودان وجدنا العرب بتاع السنتر هم المواطنين من الدرجة الأولى السودانين من الغرب ما عرب لكن يعني مسلمين مواطنين درجة تانية نحن الأجانب في وطنكم كنا مواطنين درجة تالتة أنتو جنوبين جايين مواطنين درجة رابعة كيف تكونوا في وحدة زيدي أنا قضيت ساعة بحاول أوضح له تفكير جران إنه ما بالبساطة دي وإنه جران عايز يخلق السودان اللي ممكن يوحدنا على أسس بتاع مساواة وكذا وكذا قربت أقول له لو عتبرت المسلمين جايين من غرب أفريقيا هم المواطنين الدرجة الرابعة ونحن الدرجة الخامسة لكن الأفارقة في الوقت ده خاصة دول اللغات طلعوا بمفهوم إنه عايزين يدعم الوحدة لكن عايزين يخلقوا إطار جديد للوحدة وبدوا بجدية وأنا كنت من الناس يختارون يكونوا يعني نساعدهم ورد وكنا شغالين مع وزراء الخارجية وكذا طبعا زي ما عارفين الخلافات بيناتهم عطلت المشهود الإفريقي فدخلت العناصر التانية من الخارج إيغاد فورم وإيغاد فرنس وفي النهاية ترويكا وكذا الحقيقة يعني الأمريكان بدأت لعب دور ما كان متوقع في البداية أنا كنت رئيس مناوب للجنة كونوها في واشنطن عشان تحال توضح سياسة أمريكا نحو السلام ودي عملية طويلة شوية ما عارف واصل يعني في خمسين ستين واحد في اللجنة دي أنا كنت رئيس مناوب دا عيدنا السودانيين اللي كانوا في واشنطن أو اليوم الناس شعروا أنه دورهم دور سلبي مواجهة فصرفوا النظر عنهم بجد الوحيد اللي في اللجنة الخمسين ستين واحد ديل كان موقفهم أنه السودان ما مهم للسياسة الأمريكية ما في مصالح يعني استراتيجية أهميت السودان دور السودان في الإرهاب الوطني وزعزعت المنطقة والأمور الإنسانية نحن نترك المسأل لدي أوروبا وأمريكا تساهم من بعيد أنا الحقيقة قمت بمجهود كبير جدا أنه أغير المفهوم دي نعم السودان مهم جدا دا المنطقة التي تتقل بها يعني أديان وثقافات وكذا كذا إفريقية وسودان عندها ثروات عندها أهمية اقتصادية سودان يعني ممكن تكون منطقة مهاجهة أو يعني غير غدنا بعد فترة غيرنا المفهوم دا الناس كان بيفضوه المبدأ بتاع حقر المصير وانقسام السودان حاولت أفهمهم أنه لازم يا أخواننا ما نقول ما عايزين حقر المصير ونقول ما عايزين انقسام السودان نقول السودانيين وحدتكم مهدلة وإنتوا لازم توفقوا بين التيارات الحسة في البلد عشان كذا طلعنا بمفهوم وطن واحد سودان واحد نظامين دمنا لتغرير دا أصبع الخط اللي مشت في أمريكا أمريكا زي ما عارف في النهاية لعبة الدور الاستراتيجيك واللي غيرت كل الحسابات وجامت السلام على الأشياء نعم مصدر أفاضل لا يساني في نهاية هذه الحلقة إلا نتقدم بشكر جزيل للدكتور فرانسيس دينك وإلى اللغاء في الحلقة الغادمة أستطيعكم الله على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون ريمونز وأفكار نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام ريموز وأفكار من أعداد تقديم محمد القاسم محمد